طبعاً زي ما قلت لكم بحثة متخب سفرة نهاردة الساعة 4 طائرة خاصة وصلت أو سفرت من القهارة الساعة 4 إن شاء الله نتمنى لهم سلامة الوصول ومباراة غينيا بساو هي المباراة الأخيرة في مشوار تصفيات كاس العالم هذا العام يعني تبشي تلعب تصفيات كاس العالم تاني أعتقدها تكون فرصة كواسة جداً لكابتن حسام ياخد استراحة محارب صحيح أوليس في بداية المشوار يعني مش محتاج ياخد فترة استراحة لكن أعتقد أنها فرصة كواسة جداً أنه خصوصاً بعد الهوجة دي أعرف حالة التوتر اللي كانت والحرب الكلامية والتصريحات والإشعاعات اللي كانت موجودة في بداية تولي المسئولية اكتازناها إن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقه في مباراة التلاتة اللي جاية مع غينيا بساو يصل للنقطة 12 ثم يعيد ترتيب أوراقه ويبدأ من أول وجديد بس إن شاء الله بإذن الله يكتاز عقب غينيا بساو خارج الأرض وإن شاء الله مباراة أعتقد أنها مصصعبة جداً على منتخبنا وإن شاء الله نرجع بفوز من هناك أختم لكم بتصريحات زيداً أنا هنا طبعاً احتفلت أن عندي مدريديستا كتير قوي أنه ننضي وفنا في أنا عارف أنه ريال مدريدي يمكن يكون أكتر نادي شعبية على مستوى العالم بالمناسبة يعني كان في تصريح لطيف جداً لليو ميسي كانوا يسألوا عن أفضل أنديها في العالم حالياً فهو اختار اتنين قالك على مستوى الألقاب والبطولات ريال مدريد هو أفضل نادي في العالم لكن على مستوى الأداء والمستوى والمتعة فاختار المان سيتي وأنا بتفرج في أوروبا ما عنديش عيش أو الانتماء بصراحة يعني أنا رجل هناك يعني ما عنديش مبدأ بصراحة يعني مبدأي الوحيد هو الأهلي الأهلي هو المبدأ الوحيد السابت الذي لا يتغير في معدى ذلك كرة القدر بالنسبة لي هي المتعة يعني يعني لو اليونايتد هو أفضل فريق بيقدم كرة في العالم يبقى أنا هتابع اليونايتد وهتفرج على كل مدشرة اليونايتد لو برشلونة هو أفضل فريق في العالم نفس الحكاية لو السيتي هو النهاردة بيقدم أو البايرن كان في فترة من فترات الحقيقة برضو البايرن مع جوارديولا وتدتو كان أنا ماشي وراء جوارديولا يعني منين ما يروح أنا ماشي وراء جوارديولا لأنه أنا بالنسبة لي ما يفرقش معي مين يحقق لقب بطولة أوروبا ما يفرقش معي مين يحقق لقب الدوري الإنجليزي أو الدوري الأسباني لكن يفرق معي أنه أنا أتفرج على كرة حلوة يفرق معي أنه أتفرج على لعيبة بس تمتع وهم بيلعبوا كرة مع بعض يفرق معي وأنا أتفرج على مدير فني بيحط فكر وبيحط رؤية وعنده قدرة على تنفذها بالعناصر الموجودة معي بشكل ما اتعني على مدار 90 دقيقة فعشان كده ما بتفرقش معي فكرة الألقاب أوي في أوروبا لكن تفرق معي مستوى الكورة ومستوى المتعة اللي أنا بقعد 90 دقيقة مستني أشوف فيهم كورة بجدة ما اتعني زيدان بقى بيصرح تصريح مهم جدا وخطير جدا خلية تفق أنه ريال مدريد واحد من أكتر الأندية في العالم اللي لعبت له أو لعبت بقاميسه أهم النجوم سواء اللي كانوا من ولاد النادي أو اللي كانوا جايين محترفين من الخارج يعني اللي ما شافش جيل الجالاكتيكوس اللي ما شافش جيل بيضم نغبة من أهم لعبت العالم كان منهم طبعا وكان نجمهم الأول من وجهة نظري وكان أهم نجم في الفريق زين الدين زيدان زين الدين زيدان مع لويس فيجو مع روبيرتو كارلوس مع فرناندو هييرو مع راول جونزاليس مع رونالدو نازاريو رونالدو الأسطورة يعني كان يمكن أهم نجوم العالم كلها في الوقت ده لكن تصريح زين الدين زيدان وهو كمدير فاني سابق طبعا لريال أنا أعتقد أنه أحط كيليا نمبابي تحت ضغط كبير جدا قالك إيه بقى؟ قالك أنه رحلة كيليا نمبابي مع ريال مادريد هيتخطى فيها كل النجوم اللي لبسه وكل الأساطير اللي لبسه تي شيرت ريال مادريد وده أعتقد بيحط النجم الفرنسي في منطقة مع وجود منافسة كبيرة جدا جدا مع نجوم بحجم فينيسي جونيور وجود بيلينجهام في ضغط كبير جدا بشوفه قد يؤثر سلبا على قودة لبس ريال مادريد على كل أحوال تعالوا ناخدكم لقرأة في مواجهات منتخب مصر تحضير الأهل لمباراة فارقوا إن شاء الله والموسم القادم وده الأهم بالنسبة للنادي الأهل لموسم الأصعب على الإطلاق مع الكابت الكبير فتح ينصير ضفنة في السادسة بعد الفاصل